أبناء الطلبة أهلا بكم في المحاضرة دي اللي فيها هنغطي موضوع التوبوغرافي of the anterior abdominal wall في المحاضرة دي هنتكلم على أربع نقط أول حاجة إيه هي الليرز اللي بتكون منها anterior abdominal wall من أول الجلد لحد ما نخش جوه الأبدومينا الكافتي تاني حاجة بنتكلم على انفلوب لعضلة كده جنب الميد لاين اسمها ريكتاس أبدومينيس وهذا الانفلوب اسمه ريكتاس شيث ولو أهمية كبيرة في العمليات الجراحية غير كده هنتكلم على منطقة موجودة تحت هنا في lower part of anterior abdominal wall اسمها انجواينا الكنال ودي تعتبر نقطة ضعيفة في anterior abdominal wall من خلالها ممكن يحصل فتاء أو هيرنيا وبعد كده هنتكلم على التأسيمة بتاعة أو الخطوط بتاعة anterior abdominal wall والريجينز بتاعته عشان لما نتكلم في الجراحة أو clinical عموما على ان مثلا فيه ورم أو بين أو أي حاجة في منطقة معينة نبقى فاهمين احنا بنقول ايه نبدأ اول حاجة بالlayers بنقول ان layers of anterior abdominal wall عبارة عن 9 layers from outside inwards فيه 3 طبقات خارجية وفيه 3 طبقات داخلية التلات طبقات الخارجية هي عبارة عن ايه؟ skin يلي طبقات fat اسمها superficial fatty layer of superficial fascia أو campers fascia بعدها بيبقى فيه deep membranous layer of superficial fascia أو scarpus fascia يعني انا عندي دلوقتي skin وفات وميمبرين ما عنديش هنا deep fascia في ال anterior abdominal wall ليه؟ لان عشان ال anterior abdominal wall بيسمح بالتمدد والdeep fascia is not expandable فما ينفعش يكون فيه deep fascia في ال anterior abdominal wall نفس الكلام ده موجود في الفيس برضو ما فيش deep fascia في الفيس الطبقات التلاتة اللي بعد كده هم تلات عضلات البرانية خالص اسمها external oblique direction of fibers بتاعها عامل زي external intercostals downwards forwards and medially بتبتدي كفلش وبعدين تتحول لأبونيروزز بيضة زي ما انتم شايفين لحد ما توصل تقابل زيميليتا بتاعت الناحية التانية في النص كده في حاجة خط واحد كده اسمه linia alba اللي بيبقى فيه الامباليكس lower border بتاع الأبونيروزز ده بيبقى second وبيعمل ligament اسمه inguinal ligament الطبقة التانية اسمها internal oblique وديه direction of fibers بتاعها عكس external oblique بتبقى upwards forwards and medially زي 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 الانترنال انتركوستل بتيجي الأبونيروزز بتاعتها لما تلاقي عضلة كده جنب الميدلاين اسمها rectus abdominis تروا عاملة splitting anterior lamina تتحد مع external oblique وتعدي من قدام rectus posterior lamina تتحد مع الأبونيروزز بتاع transversus abdominis وتعدي وراء rectus كده بالطريقة دي عاملوا anterior rectus sheath و posterior rectus sheath تيجي الأبونيروزز on each side تتقابل معزميلتها بتاع الناحية التانية في النص تعمل خط أبيض كده اسمه linia alba لأنه مكوى من collagen fibers ولأن البلود فيسلز على الناحيتين they don't anastomose فهذا اللاين يعتبر avascular line الانترنة الأبليك لما ندقى النظر كده تحت هنا في منطقة الانجوانا الريجن بنلاقيها أنها عاملة قرش فوق ال spermatic cord في الميل اللير التالتة اللي هي اسمها transversus abdominis بتبقى الفايبرز بتاعتها ماشية بالعرض وبتيجي بتعدي behind rectus abdominis برضو اللاور فايبرز بتاعتها بتعمل قرش فوق ال spermatic cord بتيجي تتحد مع الفايبرز بتاع الانترنة الأبليك يعملوا سوا مع بعض حاجة اسمها conjoint tendon طيب ال inner three layers زيهم زي الليرز البرانية عبارة عن membrane وفات و membrane بره كنا بنقول skin وفاتي layer و membraneous layer جوه بقى بنقول ايه تحت transversus abdominis او deep liha يوجد فاشية transversalis بعد كده في طبقة فات اسمها extra peritoneal fat بعد كده البريتونيوم او بنقول الparital peritoneum زي زي البلورا زي زي البريكارديوم في parital layer وفي visceral layer المهمة اين توجد البلود فيسلز والنيرفز هنا في الانتيريوابدومنال والماشية في اني طبقة زي ما قلنا في الثوركس هي ماشية بين الانترنة الانتركوستل والانارموست انتركوستل هنا بتبقى ماشية ما بين الانترنة الأبليك والترانسفيرسس ابدومينيس يعني لو نقول للكلين نمرة كام ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى هي بتوين طبقة نمرة خمسة والطبقة نمرة ستة نيجي للموضوع التاني اللي هو اسمه rictus cheese زي ما اتفقنا ان في عضلة كده جنب الميدلاين اسمها rictus abdominis والrectus abdominis دي بتبقى enveloped بالابونيروز بتاع الثلاث عضلات اللي هي لاترالي هنا كده عشان تعمل الرictus cheese الانتيري رولوف رictus cheese بيبقى معمول بالابونيروز بتاع الاكسترنال أبليك ومعها الانتيري اللامنة بتاع الانترنال فكأنها معمولة بواحد ونص ابونيروزس البوستيري ريكتس شيث برضو معمول بالترانسفيرسس ابدومينيس ابونيروزس ومعها البوستيري اللامنة بتاع الانترنال أبليك الكنتنس عندي تو موسلز تو فيسلز تو جروبسوف نيرز تو موسلز عندي اللي هم عبارة عن الريكتس أبدومينيس والبيراميداليس تو فيسلز ماشين وراء الريكتس أبدومينيس بينها وبين البوستيري ريكتس شيث عبارة عن واحد جاي من فوق كده من الانتيرنال الماوري اسمه سوبيريور إبيجاستريك واحد جاي من الكسترنال إلياك هنا اسمه انفيريور إبيجاستريك ويعملوا أناستوموزز مع بعضة عند الليفل بتاع الأنبالايكس فيه بقى اللور سيكس سوراسيك نيرف اللي هم اللور انتيركوستل والتويلف سوراسيك اللي هو اسمه السابكوستل نيرف دولا بيدخلوا الشيث from the lateral aspect ويطلعوا من قدام جوه الريكتس أبدومينس مصل بيبقى فيه عندنا ثلاثة تندينس انترسكشنز ما السمه العضلة دي إلى أربع أجزاء one tenderness intersection عند الامبالايكس الثاني عند level of the void process اللي في النص midway ما بين الامبالايكس والزيفويد بروسس فيه كمان lateral border of rectus abdominis بيبقى ظاهر في الأنتيرو ابنومين الول بتاع الأسليتس وبيبقى اسمه linia semilionaries التندينس انترسكشنز والعضلات اللي بتبقى بارزة حياتة العضلات اللي بتبقى بارزة ما بينها هي دي اللي بيسموها six packs بتاعت الناس الرياضيين الخط اللي في النص هنا كده اللي هو مكان التقاء الابونيروزز بتاعت الناحية اليمين مع الناحية الشمال ده بنسميه linia alba طيب دلوقتي نتكلم على الموضوع التاني اللي هو low surgical importance في الأنتيرو ابنومين الول اللي هو الانجوائن الكنال وقلنا الانجوائن الكنال دي عبارة عن pathway for the spermatic cord in the lower part of the anterior abdominal wall وده يعتبر weak point في الانتيرو ابنومين الول التستس وهي بتتكون تتكون في الجنين جوه البط وبعدين بيحصلها descent تخرج تخلق لنفسها ما صار هنا وهي خارجة نسميه انجوائن الكنال وبتسحب الحاجات اللي هي بتعملها supply زي الارتري والفين والنيرف والليمفاتيكس والدكت بتاعتها اللي هي كل الحاجات دي كليكتف لي كده بنسميها spermatic cort طيب ايه هي الباوندريز بتاعت او الولز بتاعت الانجوائن الكنال البوستيريور وال عبارة عن الطبقة اللي بعد العضلات على طول اسمها fascia transversalis وبيبقى فيها هنا فتحة كده فوق نص الانجوائن ال اللي جمع انت على طول بنسميها deep inguinal ring بيعدي من خلاها الاسبرماتيك cort بعد كده الانتيريور باوندري بتاعنا بارة عن الانجوائن الابليك ابونيروزيس وبيبقى فيها فتحة هنا كده اسمها superficial inguinal ring ودي برضو بيعدي من خلالها الاسبرماتيك cort فكأن الاسبرماتيك cort ماشي من الdeep inguinal ring لحد superficial inguinal ring في النص بقى هنا بيجي العضلات اللي هي اسمها internal oblique وترانسفيرسيس اب دومينيس زي ما قلتلكو قبل كده بيعملوا قرش فوق الاسبرماتيك cort بعدين يتحدوا سوا مع بعض عشان يعملوا one ligament اسمه conjoint tendon جميل ولاحظ ان conjoint tendon بيبقى قدام الريكتس اب دومينيس وال pyramidalis الفلور بتاع الانجوائن الكنال هو عبارة عن medial half بتاع الانجوائن ال ligament الclinical importance بتاع هذه الانجوائن الكنال ان هي weak spot in the anterior abdominal wall ممكن جدا الشخص يعمل straining يحزق يعني فيزيد الانترا abdominal pressure الانتستنت روح زقق البريتونيام ومشي مع الاسبرماتيك cort وخارج تنزل في ودي بنسميها inguinal hernia اخر حاجة نتكلم عليها اللي هي planes and regions of the anterior abdominal wall وطبعا اهمية الحاجات دي ان التأسيمة دي بناء عليها بنقدر نقول الورم فين او ال pain فين عشان لما نكتب report مثلا نقول the patient is having pain in the epigastrine فين epigastrine the pain is having the patient is having pain مثلا in the right lumbar region طب هي فين دي فدي الاهمية بتاعت المناطق دي اتفق الاناتوميستس على اعتبار ان في خطين جانبيين كده بيمتدوا midpoint ما بين anterior superior iliac spine والsymphysis pubis وبيمتدوا vertically upwards لحد midclavicular point اللي في نص clavicle دول بنسميهم lateral vertical planes right and left اللي هم خطين الحمر دول دول بيقطعهم خطين حمر تانين هنا كده واحد اسمه subcostal plane ده بيبقى عند level بتاع lowest point في coastal margin دي كده اسمها coastal margin اللي هي عندها من فوقنا الزيفويد عند اوطة نقطة فيها كده ناخد الخط من هنا الهنا ده اسمه sub coastal plane وده يقع opposite number vertebra number 3 او بيبقى opposite rib او coastal cartilage number 10 لان احنا اتفقنا 11 و12 بيبقوا في الback اخر واحد هنا من false ribs هو number 10 جميل الخط الهوريزونتل اللي تحت كمان ده اسمه intertubercular plane ده بيبقى ما بين two tubercles of iliac crest فيه هنا في الهب وانا عضمة من فوق كده الحفة بتاعتها العلوية اسمها iliac crest بيبقى فيها حتة بارزة هنا اسمها tubercle of iliac crest بناخد خط ما بين الناحية اليمين وناحية الشمال ده بيبقى lumbar vertebra طيب هنا بقى التسع مناطق اللي عندي هما تحت الاضلاع في right hypochondrium والناحية التانية left hypochondrium الحتة اللي فيها المعدة اسمها epigastrium التلات مناطق اللي في النص هبارة عن right lumbar region left lumbar region والحتة اللي في النص دي اسمها amblycal region أما التلات مناطق اللي تحت فبنسويهم right iliac fossa left iliac fossa والحتة دي اسمها hypogastrium أو suprapubic region يبقى على كل جنب فيه عندي hypochondrium lumbar region iliac fossa في منهم يمين وفي منهم شمال هنا بقى في epigastrium amblycal and hypogastrium يوجد خطين آخرين لكن مش بيستخدموا في التقسيم بتاعت التسع مناطق في خط اسمه transpyloric plane خط مهم قوي ده بيقع opposite lumbar في اختبره نمرة واحد وانترسكت الضلع التاسع هنا وهنا تمام وده بيعدي من خلال structures مهمة كتير قوي هو اسمه transpyloric فهو بيعدي من خلال البايلورس of the stomach والجونكشن وبعد كده بيعدي من خلال وكذلك بيعدي من خلال الهايلة بتاعة supra-crystal plane أو inter-crystal plane ده بيبقى ما بين two highest points of iliac crest وده بيقع opposite lumbar vertebra نمرة 4 اوكي فأنا عندي ده بيبقى عند انتهاء الورطة البايفوركيشن بتاعه فأنا دلوقتي عندي opposite l5 l4 l3 and l1 يعني أنا ما عنديش خط بس opposite l2 thank you and good luck احنا زي ما انتو شايفين كده كلمنا على layers والعضلات كلمنا على rate cheese وقوائنا الكنال planes and regions good luck